اذا في منتج انا منتح مشاهده سنة دين فهي نظارات الواقع الافتراضي النزلة ابل مبارح سعير غالي شديد اللي هي 3500 دولار ستقدر تاخده الا على بداية السنة الجديدة اللي هو 2024 لكن ده منتج ممكن يغير العالم طبعا اكيد ما زال ايفون 2007 من نزل لكن اكيد سيكون عنده تغيير كبير في العالم فهي نظارات واقع افتراضي واقع معزز اللي هو virtual reality VR و augmented reality اللي هو AR الفرق من الاثنين شنو لابن نقول virtual reality فانت بتغلق عالم كامل افتراضي لابن نقول augmented reality بتستخدم الواقع بتاعك والعالم بتاعك لكن بتضيف فيه حاجات يعني مسلا لابن تشوف تربيزة وفجأ يصحر بفوق لها كائن ده بسموه واقع معزز وعشان دايما ما اقول النظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي من ابل هاقول نظارات الافتراضية بس عشان ابل تصل لتجربة المستخدمة العظيمة اللي هي خطتة في النظارات دي هي خطت 12 كاميرا خمسة حساسات وستة مايكروفونات ومعالجين ففي معالج الار اللي هو دا بياخد كل المعلومات الجاية من المستجرات وفي الامتو اللي هو المعالج بتاع المشروع جدا خطته في الاجهزة بتاعته اللي هو دا بيعالج البيانات الداخل للنظارة لكن خلينا نشوف سريعا الموقع بتاع ابل والخواص بتاعاته شنو؟ دا الموقع بتاع ابل ام لنزيل يعني متى دا عين للعيون دي هي دي من العيون الحقيقية بتاعت الزولة يعني دي ما زي مراية قعدة هي في الحقيقة في كاميرات والكاميرات بتاخد فيديو او بتاخد صورة من العيون وتوريعت يعتبرها البردزي عبارة عن شاشة تانية تمام؟ دا المتركب الكاميرا هتشوف اول حاجة الواقع بتاعك اللي هو الغرفة بتاعتك لكن فجأة بتقوم تصهر التطبيقات تصهر التطبيقات في الهواء فده بيحتاج كمية بتاع الهو سبعالية شديد في نفس الوقت النظارة بتستخدم الواقع المعزز اللي هو انه الواقع بتاعك ذاته بتضيف عليه حاجات فمسلاً هنا عندنا الشاشة الضائفين عليها كل الاخبار كل المتصفح بتاعكم موجود داخل الواقع بتاعك لذا هو الغرفة بتاعتك فهي متجد تشوف الموقع داخل الغرفة بتاعك مثلاً اذا انت كنت في الغرفة او كنت في الشغل او كنت في اي مكان دي اهم حاجة وده الحاجة انا بتجد بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة شديد علاوة هي انه النظارات تستخدم يد مثلاً كنترولة او ما او سوحي بشكلة تستخدم يدك انت يورد واحدة من الحاجات الضاب ممكن تكون بتساعد الفيديو وفجأة الخلفية كلها تتغير الخلفية بتاعت الفيديو كلها تتغير لحاجة عندها علاقة بالفيديو سواء كان فضاء سواء كان كده وانت في النهاية قاعد في الغرفة بتاعتك لا تكون راقت في السرير او قاعد في الكرسي بتاعك ده شكل لها البره ده اللي هو عبارة عن زجاج وبعد ذاك ده عبارة عن حديث اللي هو حديث ناعم عجل مهم برضو الفابريك او القماش اللي بيكون باورا هو القماش بساعد في انه الجسم يتنفس فبالتالي ما بكون ضاغط ما بكون في عرق شديد تمام نجل النقطة التانية اللي هو طيب ده بالنسبة للناس المستخدمين في بالنسبة للناس الديفولور برضو او المبرمجين عشان كده ابل قدتنا ستة شور بنحسي لحد بداية السنة الجاية عزل ان الناس المطورين يطوروا تطبيقات جديدة بالنسبة للنظارة فاذا انت حاب تطور حاجات جديدة او بادي عدو في المجال بتاع البرمجة لإحتمال الفرصة الكويتية انه تبدأ تطور حاجات للنظارات عبدالنانكتة هتكون من اوائل الناس الخاشين في المجال حاجة تانية اضافها انكتا ممكن تصور صورة ثلاثية الابعاد مثلا اذا تصور في اولاد الاولاد قريبين الخلفية بعيدة وهكذا فدي صورة ثلاثية الابعاد بتاخد الدبث بتاع الحاجات وبعدين ان تشوفها بالنظارة هتشوف برضو الابعاد هتشوف الناس اللي انت صورتهم هم الناس قريبين خلفية بعيدة هناك وكل حاجاته انت قاعد تشوف الواقع تماما انت اخدته او بالنظارة او بالتصوير بتاعه اضافه برضو الاتصال فانت ممكن تتصل بزول تكون متصل باليمين بجاء بتتكلم وبتشوف بشوف صورة الزوية في نفس الوقت شغال على البلزنتيشن بتاعك في نفس الوقت شغال على المتصفح بتقريف الحاجة فكلهم في نفس المكان التزاين دائد للدزاين كله زي ما قلنا دمج بين قماش زجاج و حديد النظارة لم تكن تربطه مع جهاز او تربطه مع موبايل او حيات تشتغيل فهي براها عندها نظام تشغيل اسمه vision os ونظام التشغيل اخدتوا حاجات كثيرة شديد من النظام بتاع ماك ويس والنظام بتاع الايو اس اللي هو بنسبة للايفون والنظام بتاع الايباد ويس اللي هو للايباد فالدماجون كلهم مع بعض لشان يدوني فيجين برو التطبيقات الاولية زي ما شايفين هتكون كلها تطبيقات بتاع بتاع الابل بيزيك التطبيقات الاساسية فهشان كده برضو نحن متزرين سي تشهور الجاي جلس انه المطورين والمبارمجين يشتغلوا اكتر ينزلوا التطبيقات اكتر فغالبا نحن نشوف كلها متصفحات هتنزل هتنزل الالعاب بعد ذاك هتنزل برضو تطبيقات عندها علاقة بالانتاج سلاك مثلا يكون شغال مع الواتساب يكون شغال مع كده كلهم في نفس السيستيم دي بتكلم عن عن الكاميرا ذاته الحالة جوه حالة كثيرة شديدة جوه الكاميرا يعني كميا التكنولوجيا اللي هما خدتنا في الكاميرا دي رهيبة الارهب من كده اللي هو العدسات الى قدامك خيال معاي اي عدسة الكمية البيكزلات اللي قاعدة فيها اكتر من التلفزيون الفور كي يعني كنون يعني تخيل ما عندك تلفزيون تفيلون دقة عالية شديدة وهو مثلا بعين بوصة فاحسب الطول في العدد اضربهم في بعض وشوف في كل متر مربع او في كل بوصة مربعة في كام بيكزل اجمعهم كلهم مع بعض ودي كلها خطوالك بس في عدسة واحدة اضافوا برضو بعد ذاك الصوت لانه برضو ميزة مهمة انك انت مثلا اذا بتحضر فيديو مثلا او فيلم او اي حاجة بحتاج تسمع الصوت برضو بطريقة كويسة فهم اضافوا ميزة بحيشون انه الصوت ممكن اضغيك في صوت بيكون بعيد صوت قريب وهكذا من نفس المصدر بضع الصوت اللي هو من النظارة ذاته في متحسيسات كذلك متحسيسات في كل مكان ودي المعالجات اللي كنت اتكلم لكم عنها بمصدر الرون عو مامتو اللي هو الرون با المعالج بتاعة ابيل البياخد المستجارات اللي هو سينسرس سوا كان عينك لتحركت انه تبردو مهمة انه لعين تلبس النظارة عشان تختار تطبيق او كده لا يحتاج أن تذهب بالمواج أو تحرق كده وكده لا يحتاج أن تستعين لها النظارة تقرأ العين متحركة ومعين وتختار الأشياء التي تحركت عليها عينك ويقوم بعملها بصورة دقيقة بشديدة هناك حساساتك ترجعي داخل النظارة لكي يستطيع أن يعرفوا عينك يتحرك ويقوم بعمل الموضوع بالسيكوريتي في الـ R1 تأخذ المستجارات الـ M2 تعمل كل الحوسب أو الكمبيوتاشن يقوم بعمل النظارة وفي الـ Privacy في الـ Privacy الموضوع المركزين عليها هو الموضوع بالـ Optic ID وهو أن أي عين مختلفة فبالتالي أي عين عندها بصمة مختلفة مثلما عندك بصمة تعديدين وعندك بصمة تعديدين فأنا سأفترض أنه بعد قليل لأن تتركب النظارة بتاعتك ستشتغل لك لأنه عارف عينك شكل عامل كيف لكن لأنه من أجر أن ألبس النظارة لكنك لا ستشتغل لأنه مثلا أنا حاميها بالـ Optic ID هذا كلام كثير للـ Developers و بلاتفورم جديدة فهذا نظر سريع عن النظارة بتاعتك نجد لحاجة مهمة تانية وهي الذكاء الإصطناعي وعلاقته بين النظارات أنا معارف في الصناعة أكيد سيكون ندخل للموضوع بتاع الذكاء الإصطناعي أسامهم بصنعوا الهيكل بتاع النظارات لكن خلينا نجيل في النظام التشغيل حاجات كثيرة 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 ابتداء من القلاية التي تدعين نكون نتكلم عنها القلاية التي تدعين بتحصل بواسط الذكاء الإصطناعي إنه يعرف إنه والله يا أخي اللي استشعار ذكا كده فبالتالي غالبا إذا هي مشهد في الاتجاه فبالتالي هو قاصد التطبيق دار وهكذا هذه واحدة من الأشياء الحاجة الثانية لما يكون نتكلم عن الأفلام إنه بتكون حاضرة بتحضر في الفيلم وفجأة فيه خلفية بتصهر اللي هو خلفية للفيلم ذاته حتى إذا كنت تقوم بالغرفة بتاعتك وفجأة بيقوم بالشياء الخلفية بتاع الغرفة كلها بالروي وخدت له خلفية للفيلم بحيث أن تكون في المود هذا الفيلم أو تشعر بالحاجة حاصلة في الفيلم فالخلفية بتصهر لا من الذكاء الإصطناعي أو الكاميرات بواسط الذكاء الإصطناعي بتقرأ الخلفية وبتعرف هنا هذه الخلفية وتتمسح الخلفية وتجيب حاجة بدلاً مثلاً حسناً الفلاتر في إنستغرام مثلاً في سناب شهر حاجة الإصطناعي برضو من الحاجة المهمة إنها بتقدر تقرأ جسدك فمسلاً واحد من اليوتيوبر المشهور اللي هو ماركيس عنده قناة اسمها فهو واحد من الناس تجربوا عن هذه النظارات طبعاً ما منعهم إنهم يصوروا أثناء التجربة بتاعاتهم لكن بعدين بيجوا يتكلمون عن تجربة حقتهم فقال واحد من الحياة إنه أسنى ما إنت لابس النظارة فبتفتح باب والباب بتجي ما تطلع منه فراشة طبعاً الباب يستراضي برضو فتفتح باب إذا منه فراشة إذا إذا مديت يدك كده بتشوف يدك والفراشة بتجي تريق أو تقعد في يدك فهذا برضو ذكالي الصناعي كل الحاجات دي هي عبارة عن معالجة للصور والجديوهات وده مدال كبير شيء في الذكالي الصناعي اسمه كمبيوتر فيجين أو رؤية الحاسب إذا ملاحظين حالياً في ثورة كبيرة شارية في المجال بتاع الذكالي الصناعي وعشان كده بدنا شركة ناشئة مهتمة بالمجال بتاع الذكالي الصناعي سميناها تينك أهيد يعني فكر للأمام في العالم العربي والشرقة الأوسط فإذا عندكم أي سؤال لنا ما تنسوا ترسلونا وحنخذ كل اللينكات للصفحة في الدسكيبشن تهيد وحخليكم مع آخر سؤال تفتكن أن الذكالي الصناعي سيغير شنو في حياتك أنت في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة